أجنبي شاف الإحصائيات دي هيتحك علينا أنتو بتتكلموا بجدة أنتو بتتكلموا على أنتو بتتكلموا في أسبانيا الفرق اللي بتصرع على الهبوط التمريرات لا تقل عن 580 تمرير 550 في بفوق أنتو بتتكلم النهاردة في الفرقة فرقتين في المربع عدد التمريرات بتقعهم هما الاتنين بتقع فرقة واحدة في أي دوري في التوب ليفل أنا بس في حاجات إيه أنا بحب أن أقوارها للناس صحة أو لا يعني أنت مستعدة جبلوك دلوقتي بعد أي مطش في الدوري الإيطالي أو الدوري الأسباني هتلاقي الفرقة اللي هي الوحشة هتلاقيها خمسمائة وعشرين خمسمائة وتلاتين هم نتكلم يعني فروق لازم ناس تعرفها لو جبتلكوا بقى فرق الأحصائيات طبعا وكابت محمد وكابت أمير عارفين الميليج اللي عايبة اللي بتجريها كل حاجة هتشوف فرق كبير جدا عشان كان الناس بتيجي تقولك إيه أجمعنا إيه الفرق بيننا وبين الناس دي والأرقام بتجذبش يعني طبعا الأخطاء طمانتاشر على الاتحاد وده رقم كبير على فكرة طمانتاشر فول يعني رقم كبير عشان طلقت في اللعب منتومان فيها يعني أخطاء كتيرة وتمانية على الزمالك الركنيات اتنين وستة للزمالك التسلل اتنين واثنين بطاقات الصفرة اتنين وتلاتة والحمد لله ما فيش أي بطاقات بطاقات حم واحدة من الحاجات برضو اللي عجبتني أغلت محمد ان الحمد لله كان فيه علاقة كويسة جدا يعني ما كانش فيه خروج عن النص يعني الجهاز الفني والناس موجودة انا اقولك بصراحة كنت قلقان لان انا عارف ان استاد سكندريا المقصورة قريبة قريبة جدا يعني برضو السادة مشاهدين لازم يفهموا المقصورة على بعد ست سبع زي بيتروس بورت بزاق قريبة قريبة وقدت خايف لكن الحمد لله كان فيه التزام كبير جدا من كل الناس اللي موجود بس النهاردة لازم ندي حد معين النهاردة الامن لا مدير الامن ماشي لا دول بيأمنوا كويس قوي سكندريا يا ميدو انت برضو تعرف الكلام ده امير انهم تيجي تلعبوا لأ التأمين عندنا في سكندريا هايل هايل يعني عجبني النهاردة ان نتبقى دعوين بس لهم ما كانش فيه الامن في سكندريا حاجة حاجة مشرفة لا اللي تيدي له حقه النهاردة حاجة بهم مسالحة طبعا اه لان هو برضو الحاكم كويس البنة البنة النهاردة بصراحة عامل جين كويس هو حاكم كويس قوي النهاردة هو لو تلاحظ هو راكب فوق الكورة على طول حتى فيه حاجات احنا شفناها بالعين كده فاول حاجات طبيعية تتحسب في الدور المصر اه لأ هو كان بيدي بيلعب لا يلعب وفعلا لما بتتعاد هي مفاش حاجة خالص فالبنة النهاردة مقادي النهاردة جيم هايت جدا نحييه النهاردة على المبارة دي لانها مبارة صعبة بمسبب للفرقتين طبعا الحاجة محاولة سلحة لازم نديله حقه ونقوله ان هو طبعا هو الرجل المرة واحد في النهاردة اتحاد عايز عايز اقولك مثلا الماتش الاخيرة السنة اللي فاتت في بريمير ليج عشان برضو سادة مشاهديني برضو كلها رقام مكان ما بين شافل ديونيتد وما بين ويسبروم والاتنين ذي جاتر اللي جئت الاتنين نزل نزلوا رقم 19 و20 نزل شافل ديونيتد خمسمائة وتسعين تمريرة وويسبروم خمسمائة وتسعين تمريرة عشان الناس بس ايه اتفرقت انا عالماتش ده عشان الناس تفهم يعني ايه خلي بالك الفرقتين اصلا في الطبيب يلعبوا كورة طويلة بس افرق عرقام كبيرة لو جئتلك مش عايزين يعني نخفز بالدور المصري بس يجب نعافح احنا فيه يعني ايه اللي ممكن نتطور طب انت شاير